برعاية كريمة من لدن جلالة الملك المفدى انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 بمشاركة أكثر من 60 دولة ونحو 3000 زائر يتضمن المعرض الوسائل الدفاعية الثلاث البرية الجوية البحرية ويتخلله العديد من العروض المبهرة في مواقع مختلفة من المملكة كما يشارك في المؤتمر مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط المصاحب للمعرض 800 مشارك ما أريد له أن يكون وما خطط له على الأوراق تدركه أبصار المشاركين في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 بطبعته الأولى نجاح تقف وراءه أسباب بالجملة المعرض هذا أنت تشوفه اليوم يبرز الصناعات يبرز التكنولوجيا الموجودة من الخفيف إلى الثقيل وإحنا شاكرين لدول المشاركة معنا واللي إبراز هذه المنظومات ولكن الأهم اليوم هو إبراز قصة النجاح اللي إحنا نقوم بها بظل قيادتنا الرشيدة والحكم هذا اللي فعلا أصبح يعني الرائد الأول وعلى رأس السهم لمكافحة الإرهاب ومحاربة كل ما هو يعني من تطرف وتهديد لهذه المنطقة ففي كل جزء من أجزاء هذا المعرض حمل طابعا خاصا ليقدم أمام المهتمين والمعنيين على حد سواء أحدث المعدات والتجهيزات والقدرات العسكرية التي حلت على مجال التقنية الدفاعية البرية والبحرية والجوية الخفيفة منها والثقيلة توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية بأن يتم عرض أكبر قدر ممكن من الأشياء التكنولوجية اللي نستخدمها والأجهزة الحديثة التي تساعد رجل الأمن على أداء مهمته بسرعة وحزم وأمن وتساعد أيضا المجتمع أن معرفة عمل وزارة الداخلية بكل شفافية وبكل وضوح الماسسة شاركت بأحدث ما لديها من صناعات سواء في مجال الطائرة بدون طيار أو في الذخائر أو في الأسلحة أجهزة الاتصال العسكرية الملابس والتجهيزات المدرعات والمعدات الثقيلة في الجنح كامل نحن شرح بسيط يعني نحن عندنا مدفع الهاون هذا موجود في كل أنحاء العالم معروف من عيار 120 مليمتر مدفع مؤثر في الاستخدام الميداني لكنه صعب التعامل معه بحكم الوزن والتصويب وعملية التثبيت والحفر نحن عندنا الآن جهاز يعطيك هو عبارة عن مخزن ذخيرة متنقل بالإضافة إلى أن جهاز يحرك الهاون بشكل أوتوماتيك اليوم شركة الحسن تشارك في منتجات السوترات الواقية ضد درسات الأفراد نظام التدريع للآليات، نظام التدريع للسفن، نظام التدريع للطائرات عدنا غرف مدرعة وكلها تم تصنيع في دوت الإمارات أيام المعرض الثلاثة، فرصة تتاح للمهتمين في مجال التقنية العسكرية لرؤية ما فاض به قطاع التكنولوجيا الدفاعية منتجات عسكرية تنوعت باستخداماتها آثر العارضون طرحها كل بطريقته الخاصة حتى يتسنى فتح باب التفاهمات الدفاعية والحربية بين أكثر من 180 شركة مصنعة محلية وإقليمية ودولية لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات